السلام عليكم خبتي مرحبا بكم في الجزء الثاني تاع اسعار السيارات الخاصة بعلامة كيا اليوم راح نحكيكم على سعر كيا بيكانتو من كوريا الجنوبية باش تديروا الفرق بينها وبين السعر تاع كيا بيكانتو في الدول الاوروبية وراح تشاهدوا فرق كبير في الاسعار بين الدول الاوروبية واسيا لاش هكا اي واحد يقولكم سعر تاع بيكانتو في اوروبا قولوا لولا لجيبنا سعر التاحة من اسيا لانه راح نستوردوا السعر من اسيا وليس من اوروبا هذي الحاجة اللولا خبتي تقولوا لي هذي سيبر سينك وش راي تدير في التصويره نقولكم خبتي هذي سيبر سينك راه يساوموا فيها 85 مليون ومولاها راه طالة فيها 95 مليون وممكن يبيحها بميات مليون مع الثقافة التاعنا لي معدنا حتى ثقافة والبارح لما حكيت قلت السيارة هذي اللي حكيت عليها بيكانتو في اوروبا 280 مليون قلتكم هذي سيارة 280 مليون تعرضت الانتقاد كبير ومان فما خليتونيش نكمل الجزء الثاني تاع الفيديو باش تديروا مقارنة بين السعر في اوروبا وكذلك السعر في كوريا الجنوبية ونزيدون قلتكم هذي 180 مليون مهوش سعر تاع سيارة حطبة لانه مكاش في اوروبا سيارة حطبة كما تقولونتوما مكانش في اوروبا ما يسوقوه سيارة حطبة لازم تكون فيها مجموعة من المواصفة هذه السيارة فيها قفلة فيها ديفيدي فيها انبي طروة فيها بلوتوت فيها كذلك اس بي فيها لزيرباق وفيها حتى لبي اس باش لا بي اس عفوا باش ما تغلطوش خوتي هذي مجموعة من المواصفات اللي فيها اليوم راح نديركم مقارنة وتشوفوا باللي السعر تاعها في كوريا راح يكون اقل ما السعر تاعها في اوروبا باش المرة الجاي انها اللي تنتقد لازم تخلي الانسان يكمل كامل الفكرة تاعه باش تنتقدو وخيوتي هذي تا خمسة وثمانين مليون والله اعلم شكونا راي يساوهم فيها براب خمسة وثمانين مليون بلك انا راني نروح للسوق وراني نقلهم سيبر سينك راي تسوا خمسة وثمانين مليون لازم تكون عدنا ثقافة خيوتي ونساوموا كل حاجة على قيسها ومن فقط من منكونوش سباقين للانتيقات رقط الان راح نخليكم مع الكاتالوك هذك اللي حكيت اخم عليه البارح ونحكيوه على سعرها في كوريا الجنوبية خبتي نضرب وطلة خفيفة على الكاتالوك هذا باش تعرفوا باللي راهوا صح جاي من كوريا الجنوبية وكوريا الجنوبية دايريت ومانيش انا دايرو وبتشوفوا باللغة تاحهم بالسيارات وش فيها سيارات خبتي هذو الملاحظات مهمة جدا هذو الملاحظات هذو جدو مهمين راح نحكيكم عليهم ومكاتبين هنا انا ترجمتها بجوجل تراديكسيون ومشي انا اللي قلت لكم نعرف الكوريا كان الناس وقالت لك نتحدىك الترجم الحمد لله لي كان جوجل تراديكسيون ويترجم وعادنه كل واحدهم امكانيات تتاعه وتفكير تتاعه وش حال يقدر يخمم السعر هذا لازم تنحي منه ضريبة الناس اللي تشري في كوريا ضريبة تعتيبية ينقصوا لهم فيها 70% اذا كانوا شريوا سيارة صديقة للبيئة 70% هذي كشحال مقدرة ب 143 وون كوري ولا مليون فاصل ربعة مية وثلاثين الف هذي بالنسبة لل 70% اذا كنت انتا انسان هاهي مكتوبة خيبتي 143 و 70% يحسبوها من القيمة الموظفة هذي للناس اللي تشري سيارة صديقة للبيئة وكيا مورنينج صديقة البيئة وهذا الكاتالوك مفيش غير كيا مورنينج راو فيه مجموعة من السيارات 70% ان شاء الله يتكونت بين هاهي 143 وون كوري اللي هي مليون وربعمية وثلاثين الف وون كوري هذي المراحضة الاولى خيبتي هذي السيارة خيبتي اورو سيت موجهة للتصدير نحو اوروبا ماش افريقيا معنتها لما نحكيوا على اورو طروة فانيك لازم نزيدوا نقصوا مبلغ تاع السيارة لانه اورو طروة اورو سيت موجه كيف كيف لازم نزيدوا نقصوا مبلغ الناس اللي كانت تقول لي المبلغ هذو اللي لك تنقصوا مش معنتها لازم نزيدوا نقصوا مبلغ باش اابي بري نخرجوا في الاورو طروة باش نعرفوا السعر هذي الان نشوفوا ديزاين التاحها هذا هو كيا مورنينج هذي هي سيارة كيا مورنينج هذو هو الكتالوب هذا السعر وش فيها ليزوبسيون وكذلك الالوان المتوفرة وهذو كذلك هذا الطابل الصغير هذا لكم تشوفوا فيه خوتي كاش واحد يحب مثلا يدير كولار سبيسيال ولا يجسب غهاله على حساب الطالب بتاعه بسح لازم يخلص ليفري هذو ليفري حاجة صغيرة ليش حاجة كبيرة هذو هما كافة الاسعار هاي وش فيها السيارة هذي ام بي طروة فيها الدي في دي فيها بلوتوت المواصفات اللي فيها انتيريور كولر اند ويل ما انتهى الالوان الداخلية تعال السيارة اند ويل ليهم العجلات الالوان اللي متوفرين في السيارة تعمليك ابيض كلير ولا بلون ابيض نعم بيض موش حامق كل مربع يعبر عن لون اللي تحبوا تاعي هذي فيها احمر فيها اللون العسلي فيها الاسود وش تحبتها يديرولك الالوان اللي رك حابتها اكستيريور ستايل ولا ستيل الخارجي تاع السيارة هذي ياكيا مورنين كما اكم تشوفوا فيها هذي هما فيها الاضواء الامامية ولا ليفو افو فيها اللات كذلك هذا هو الشكل ابي بري تاحا نحكيه على السيفتي والكونفورم ولا الامان الامان فيها حاجة تمنع الاستدام الخارجي واحد لما يجي يصطدم بك خارجيا تلونسي لك في الطابلو ولا الطابلو تبورت تاعك باللي واحد راح يدخل فيك من اللور فيها كذلك اوبسيون تاع الاستدام الجانبي عفوا فيها كذلك الوبسيون هذو كامل تاع السيفتي فيها الوبسيون لما تكون تمشي مثلا وانسان يخرج لك في الطريق وحدها السيارة تنطفئ وما تخليكش تدير الاستيضام هذك ولا تكون سيارة امامك توقفت فجأة ما تخليكش تدخل فيها كذلك فيها واحد الوبسيون تخليك تمشي في الطريق مستقيم وتحكم ليكيفانون تاع الطابل مع انتها الطابل متوازنة في الطريق فيها كذلك خيبتي LCD هذا من ناحية الراحة LCD 4.2 بوس فيها مقاعد مصنوعة من الجلد فيها هذك المقبض اللي يكون بين الشيفور واللي يقعد امامه مقبض مصنوع من الجلد كذلك فيها شاشة ذكية فيها بلوتوت شاشة وي بوس شاشة دقيقة جدا ديجيطال تحى خفيف بزيف هذا معظم الكماليات اللي متواجدين في السيارة كذلك رو يحكي لك هنا على الضوء هذك اللي يجي في السقف تاع السيارة يحكي لك على الغاز جاج يهبط بالقفلة كذلك لبوني تاع السيارة متواجدين باللون الاسود الليتروفيزور كذلك اللون اسود ويكون هذه الزيقة هذيك تكون على حساب لون السيارة تتبدل السقف السيارة يكون بالاسود هذو هما مجموعة من المواصفات وراكم تشوفوها وباللغة الكورية واحنا سينا ترجمناه هذي نوع آخر تاع سيارة اللي هو راي هذا كذلك سيارة راح تكون مسوقة خلال سنة 2021 رام دين ثاني الاسعار تحى احنا راح نحكيه فقط اليوم على كيا مورنينج اذا حبيتوا نحكيكم على كي طروة كذلك راي فيها الكي طروة فيها الكي سانك فيها مجموعة من السيارة هذا الكاتالوك راي فيها مجموعة من السيارة احنا راح نحطه فقط السيارة كيا مورنينج بعدها نتحوله كي ما قلت لكم خيوتي نروح نشوفو الاسعار تحكيه مورنينج نبدأوا بالسعر المنخفض كامل وسعر المنخفض مشي معنتها سيارة حطبة خيوتي سيارة هذي كيكون سعر المنخفض معنتها ما فياش مثلا ينقصوا في ليزير باق ما ينقصوا في واحدة المواصفات بالصح فيها تلقى فيها البرية تلقى فيها مجموعة من المواصفات ادنى سعر كي ما كم تشوفو خيوتي هو 1175 حاجة اللولة لازم ننقصوا هذي كال 143 لانيحكي تعليقها في المراحضة ونزيدوا النقصوا 30% 143 نزيدوا لها حوالي اخرى تبدأ 143 من 1175 النقصوا 143 من 1175 بعدها نحولوها للدولار ونزيدوا النقصوا منها لامارج تاعة الواكيل هذكا وننقصوا واحدة المبلغ تاعة بين الأورو سيس والأورو طروة ونشوفوش حال تبدأ ونحسبو الضرائب تاوعنا كي ما قلنا خيوتي النقصوا المقدار هذيك تاعة الضريبة وهما عندهم ضريبة مبلغ وليست نسبة المبلغ محدد خيوتي تاعة السيارات تعذي خاصة صادقة للبيئة عندهم مبلغ محدد وليست نسبة نقصوا منها حوالي 242 من ديروش 243 تبدأنا 935 هذا هو السعر التاحة باش نحولوه خيوتي للدولار نضربوه في 10 ألف راح نحولها من الوان الكوري الجنوبي إلى الدولار الأمريكي نضربوه في 10 ألف يصبح سعر 935 يزيده لأربعة أصفار يصبح سعر السيارة 8400 دولار 8400 دولار الآن نزيده النقص عليه هامش الربح تاعة الواكين المتواجد في كوريا وكذلك المبلغ والفرق هذا المتواجد بين الأورو سيس والأورو سات نديرو فقط الهامش تاعة الربح نديروه 0.10 ونحسب نقصوا الهامش الربح تاعة الواكيل في كوريا الجنوبية نديروه فقط قلنا 0.1 خرجت 840 نديروه أو يدي 840 دولار 8400 ناقص 840 تعطيك 7560 خوتي هذا سعر أورو سات ولا أورو سيس الآن باش نوصلوه إلى أورو مثلا نوصلوه إلى الأورو طرواء نحاولو نحيو 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 نوصلوها نحيو سبعمائة أورو الفرق حتى هي حتكون أكثر 6800 أورو هذا هو السعر الإبتدائي تاعة السيارة الآن 6800 نضربوها في 132 نحولوها للدينة الجزائري هذا هو سعرها خيبتي من المصنع هذا هو سعر التاحة من المصنع خيبتي 89 مليون نديروها 90 مليون 90 مليون من السعر التاحة من المصنع شوفوا خيبتي لما نحسبو عليها الضرائب وراح توصل السيارة نديرو كما قلنا 8400 في 132 نديرو 900 ألف اللي هي 90 مليون سنتيم نديروها في 6.6 6.6 هذه خيبتي وش فيها في 15 بالمئة تاع حقوق الجمهورية لأن السيارة أقل من 1.2 وفيها 15 بالمئة تاع هامش الربح تاع الواكيل شوفوا تبدأ 27 مليون نزيدو 270 ألف نزيدو لها 900 ألف لاحظوا السعر مباشرة ارتفع إلى 117 مليون هذي كي زادنا فقط الهامش الربح تاع الواكيل والسف فاصل 15 اللي هي لدروة دودي دوين وان نزيدو سف فاصل 19 نزيدو اللي هي التي فيها نزيدوها المليون ومئة وسبعين يصبح سعر السيارة 139 مليون خوتي 139 مليون نزيدو لها 15 مليون اللي داروها مؤخرا تبدأ 139 مليون زائد 15 مليون 154 مليون هذا هو السعر اللي راح تدخل فيه الجزائر ندروها 150 مليون نقصه كذلك تعل بين الأورو طروة تلقى السعر الستاحة هذا الابتدائي 1.150.000 دينار جزائري اللي هو 150 مليون خوتي السيارة لما تشوفوا الفرق بين أوروبا ومورنينج راني نحكي على مورنينج آخر إصدار بين أوروبا وآسيا تصيبوا الفرق تاعة 30 مليون على الأقل لا ننتهى لما يحكي ثم واحد قولوا له جيبنا السعر من آسيا وليس أوروبا فرق شاسع 150 مليون من 180 مليون لو كان فرق تاعة 30 مليون ممكن يكون السعر أقل من 150 مليون هذا هو السعر خوتي إن شاء الله يكون يعجبكم الفيديو خوتي ماذا بي يتبارتاجي والفيديو هذا باش الناس اللي راهي خايفة يوصلهم الفيديو هذا إن شاء الله ميتقلقوش على السيارات وكذلك الناس اللي راهي تشري في السيارات ماذا بيهم يساوموا بأسعار معقولة خوتي راهي كينا أسعار جدو كبيرة راهي نشوفوها في السوق وماذا بي لايك لهذا الفيديو والسلام عليكم اشتركوا في القناة